السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة فوائد دعونا في البداية ندعوكم للاشتراك معنا في القناة والوعد أن نقدم لكم الأجمل والأفضل إن شاء الله حديثنا اليوم سوف يكون عن عشبة ونبات قال فيه أطباء العرب الأوائل هو كثير الوجود وهو صنفان بري وبستاني والبر يسمى الأيهقان ويسمى خردلا بريا أما البستاني منه فهو المنتشر حاليا ومعروف للجميع ويعرف بأنه عشب حولي بقلي أوراقه مستطيلا مفصصة بعمق حريفة لذاعة ساقه طويلة ومتفرعة تحمل أوراقا متتابعة ملساء لونها أخضر غامق غزيرة العصارة ملساء ملمسها غير رقيق أقرب لنبتة السبانخ بالتأكيد أصبحتم تعرفون الآن عن ماذا نتحدث وما هي هذه العشبة والتي تظهر في الفيديو بكل وضوح إنه الجرجير وقد أحببنا أن نعرض عليكم نبات الجرجير البري فالكثير مننا بل أغلبنا يشاهد نباتات وأعشاب برية لا يعرف عنها شيئا ولا عن فوائدها التي تفوق الوصف ومن أمثلة هذه الأعشاب والنباتات الجرجير أغلبنا يعرف الجرجير البستاني والذي نقوم بشرائه من محلات الخضار والأعشاب والذي تكسر زراعته قبل شهر رمضان ليكون في متناول اليد خلال هذا الشهر الكريم الجرجير أو كما يعرف بالكثة هو عبارة عن نبتة عشبية معمرة أوراقها خضراء تنمو في التربة الرطبة على جوانب جداول المياه وقنوات الرأي والبحيرات وهو بري وبستاني كما تحدثنا يسميه أهل الشام بقرة العين ويسمى في التركية بيروكا ومن أسمائه الأخرى بقلة عائشة وتكسر زراعة الجرجير في مصر وبلاد الشام ودول الخليج عموما ومن أنواعه الرشاد الشتوي والبستاني والمر والهندي وجرجير الحجر وجرجير اليابسة تجدر الإشارة إلى ضرورة قطف الجرجير قبل أن يزهر وهو يدخل في تحضير الصلطة عادة أو يؤكني أن الحفاظ على قيمته الغذائية من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والزينك واليود والفسفور بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات مثل فيتامينات A وB وC والألياف ومضادات الأكسدة فوائد الجرجير قبل الحديث عن فوائد الجرجير يجب أن نعرف أن الجرجير البري يتفوق على الجرجير البستاني والذي يزرع حاليا بسبب عوامل كثيرة لا يتسع المجال في هذا الفيديو لذكرها ولكن باختصار كلما كان النبات بريا وبعيدا عن تدخل الإنسان كانت فوائده مضاعفة الجرجير مساعد مهم جدا لتنحيف الجسم ومهم جدا في الرجيم الغذائي حيث يحتوي على قدر منخفض جدا من السعرات الحرارية فكل مائة جرام من الجرجير تحتوي على 11 سعر حراري فقط ويعتبر لذلك هو أقل الخضروات احتواء على سعرات حرارية حتى وأقل أيضا من الخس والبغدونس ونبات الفجل بجانب أنه منخفض في محتواه من الدهون والكوليسترول وبالرغم من أنه منخفض السعرات الحرارية إلا أنه عال في الفيتامينات والمعادن يعمل الجرجير على ضبط مستوى الكوليسترول وضغط الدم وتظهر الدراسات أن مادة اللوتين الموجودة بكثرة في نبات الجرجير تساعد على خفض مستوى ضغط الدم ومن ثم تعمل على الوقاية من النوبات القلبية وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرائي يعتبر الجرجير نبتة عشبية غنية بعنصر الكالشوم وحمض الفوليك المهمين لتقوية العظام وبنائها وإصلاحها وبالتالي فإن الجرجير يقلل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من خلايا بناء العظم الجرجير يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم بينما يزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الدم وهذا يساعد بالطبع على خفض مستوى السكر بالدم بجانب أن تناول سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم ومن المعروف أن عملية الهضم المنتظمة تساعد على ثبات مستوى السكر بالدم بالإضافة إلى أنه مدر للبول ويعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل في المعدة وذلك بسبب أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تقليل امتصاص الكربوهايدرات من الأمعاء بفضل احتواء الجرجير على بيتامين سي فهذا يساعد على حماية العينين من خطر الإصابة بمرض اعتام العدسة يحتوي الجرجير على مادة الكلوروفيل التي تحفز الجهاز الهضمي في الجسم على إفراز المزيد من العصارات الهضمية مما يقلل خطر الإصابة بالإمساك أو نفخة المعدة أو سرطان القولون نتيجة ارتفاع محتوى الجرجير من اليود الذي يعمل على منع تضخم الغدة الدرقية فإن الجرجير قد يعمل على تحسين وظائف الغدة الدرقية وتخفيف الكثير من أعراض الغدة الدرقية أثبتت الأبحاث الطبية أهمية الجرجير في تقليل معدل الإصابة بمرض الاكتئاب فهو يحسن الحالة النفسية ويخفف القلق يحتوي الجرجير على العديد من المعادن والمواد المضادة للأكسدة والتي تساهم بطريقة أو بأخرى في طرد السموم والميكروبات من الجسم مما ينعكس إيجابا على صحة الجلد ونظارة البشرة يحتوي الجرجير على مادة الكلوروفيل ومضادات الأكسدة التي تدمر الجزور الحرة المسببة للأورام الخبيثة مما يقي من الإصابة بالسرطان يعتبر الجرجير بشكل عام منشطا طبيعيا جنسيا للرجال فالجرجير يساعد على تنشيط الجسم وتقويته في حالة الوهن وهبوط القوى ولإثارة الرغبة الجنسية لدى الجنسين لذلك يتم سحق بذور الجرجير وتخلط مع عسل النحل الطبيعي وتأخذ منها منعقة كبيرة يوميا لمدة لا تقل عن أسبوع يرصح الأطباء والمختصون الحامل بتناول نبتة الجرجير في السلسة الأول من الحامل وذلك بفضل احتوائه على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من التشوه ويساعد على انتصاص عنصر الحديد الذي يحمي الجنين من مرض أنيميا الهيموغلوبين بالإضافة إلى غنى الجرجير بعنصر الكالسيوم المهم لنمو العظام الجرجير يساعد على تنظيف الصدر من البلغم لذا يوصى بأكله ويوصى أيضا باستعمال عصير الجرجير لمن يصاب بعراض التسمم بالنيكوتين الناتج عن الإفراض في التدخين يساعد الجرجير على تغذية بصيلات الشعر بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين A والمعادن المهمة للشعر مثل الزنك والحديد والكبريد كما أنه يحمي الشعر من التساقط ويكسبه مزيدا من النعومة والطول ويتم الحصول على أفضل النتائج من خلال تدليك الرأس بعصير الجرجير عصير الجرجير علاج ناجع لتنقية الدم مما يساعد على التخلص من البصور في الجسم أضرار الإفراض في تناول الجرجير يمكن أن يسبب الجرجير بعض المشاكل للأشخاص الذين يعانون من التهاب المثانة لذلك يفضل تجنب أو الحد من تناول الجرجير بسبب المشاكل والآلام التي قد يسببها الجرجير يحتوي الجرجير على نسبة عالية من اليود ويفضل عدم تناول الأطفال الأقل من أربع سنوات للجرجير حيث أنه غير آمن لهم وهو كذلك غير آمن أثناء الحمل والرضاعة إذا تم تناوله بكثرة حيث أنه قد يسبب الإجهاض كذلك فإنه ينصح بتجنب تناول الجرجير لمن يعانون من قرح المعدة أو الأمعاء أو المصابون بمرض في الكلا وهذه الأعراض الجانبية تحدث دائما إذا تم تناوله بكثرة وعلى فترة كبيرة من الوقت إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته